في يوم 11 يوليو سنة 1882 اتضربت مدينة الاسكندرية للأسف الشديد وبدأ الاحتلال البريطاني الغاشم لمصرنا الجميلة الأسول البريطاني وقتها اتكون من 15 سفينة حربية مدرعة بالحديد زي ما بشرح لنا أستاذنا الفز أستاذ علم الآثار الإسلامية والتاريخ الإسلامي الأستاذ عماد مهران الخبير الشهير الأستاذ عماد مهران بيقول لنا أن الأسطول البريطاني يتكون من 15 سفينة حربية مدرعة بالحديد تابعة للبحرية الملكية تحت قيادة الأدميرال سير بوشامب سيمور كان الأسطول قد أبحر في وقت سابق إلى ميناء الاسكندرية علشان يدعمه الخديوي الخائن والخائن ديت من عندي أنا الخائن توفيق باشا ده في الوقت اللي قامت فيه الثورة الشعبية الشهيرة ضد حكمته وعلاقتها الوثيقة مع الممولين البريطانيين والفرنسيين وكذلك انضم إليه أسطول فرنسي صغير كده في استعراض للقوة وفرت الخطوة ديت بعض الأمان للخديوي واللي معاه واللي انسحب بالمجلس بتاعه إلى الميناء اللي أصبح تحت الحماية دلوقتي ولكنه عزز في الوقت نفسه وذاته من قوة العرابيين القوميين بقيادة أحمد عرابي القائد المصري الفز العظيم وصاحب الثورة العرابية الشهيرة الناجحة جدا واللي أنا أطلقت عليها زي ما قردتها إنها أول ثورة الشعب والجيش كانوا إيد وحدة فيها في الوقت ذاته دوت قوة العرابيين القوميين داخل الجيش قوت جدا وفي جميع الأنحاء في مصر التحم الشعب مع الجيش في مطالبه وفي يوم 11 يوليو بدأت أعمال اللي أطلق عليها أعمال الشغب في الإسكندرية ووصفت من قبل القوى الأوروبية إنها مناهضة للمسيحيين طبعا واضح إن الصفة دي كان واضح إيه المغزى منها كان سبب الشغب إيه بقى؟ كان سبب الشغب إن فيه مرافق لحمار نقل في الوقت دوت كان بيطلق عليهم مكاري الوظيفة دي أو العمل ده كان بيتسمى مكاري الشخص ده كان بيتسمى مكاري اللي هو بيبقى مرافق لحمار النقل المكاري دوت كان من ملطة من رعاية بريطانيا طبعا فالمكاري دوت قام بقتل أحدى المصريين فاستغلت إنجلترا الفرصة علشان تأجج الفتنة من خلال قناسل الدول في الإسكندرية فشاب نزاع بين الأهالي والرعاية الأجانب اللي نزحوا للإسكندرية اللي يصبحوا تحت رعاية وحماية الأسطولين واللي هو الأسطولين الإنجليزي والفرنساوي وتطور إلى قتال سقط خلاله العشرات من الطرفين قتلة وجرحة وفي النهاية فر السكان الأوروبيون من المدينة ودأ الجيش المصري الموالي العرابي تحصين وتسليح المينة وأرسلت بريطانيا إلى قائد حامية الإسكندرية إنزارا الكلام دوت كان في عشر يوليو 1882-24 شعبان 1299 هجرية بوقف عمليات التحصين وتجديد القلاع أنتوا ليه بتحصنوا القلاع وليه بتجددوا القلاع وإنزال المدافع الموجودة عليها خلال 24 ساعة نزلوا المدافع وإلا فيساتم ضرب الإسكندرية بالمدافع ولما رفضت الحكومة المصرية التهديدات ديت قام الإسطول البريطاني في اليوم التالي بقصف المدينة بالقنابل لمدة عشر ساعات ونص دون مساعدة فرنسية بيختلف المؤرخون الغربيون حول ما إذا كان الأدميرال سيمور قد تعمد المبالغة في تقدير التهديد الذي شكلته البطاريات المصرية في الإسكندرية على أسطوله من أجل دفع إدارة جلادستون المتردد لاتخاذ قرار القصف يعني بمعنى كده بسيط الإنجليز كانوا بيتلككوا عشان يضربوا الإسكندرية ويدربوا عرابي وكل من معه وحالما هجم البريطانيون المدينة شرعوا في التو في عملية غزو وواسع النطاق لمصر لاستعادة سلطة الخديوي الخائن والخائن دي برضو من عندي وظلت مصر للأسف الشديد تحت الاحتلال البريطاني من وقتها حتى 1956 وحب أن أضيف نهوت أنه طبعا يوجد أكتر من معركة وموقعة هزم فيها أحمد عرابي والجيش المصري هزم فيها الإنجليز وده لما ترجع إلى اليوميات والمذكرات بتاعة أحمد عرابي ذات نفسه اللي موجودة في دار الهلال واللي منصحكم كلكم تروحوا تشتروها وتقروها أضفي لمعلوماتك بسام الشماء ومصدري كان أستاذنا الفز الأستاذ عماد مهران اشتركوا في القناة